السلام عليكم يا ربي جماعة انتوا بقى الف خير في فيديو اليوم ان شاء الله النهاردة هنعمل السبانش كيك او الكيكة الاسفنجية بقى انجح طرقة ممكن تجربوها بدون محسن كيك وباربع بادات فقط زي ما انتوا شايفين الارتفاع ما يقرب لعشرة سنتي ومظبوطة جدا وما فياش اي غلطة على الاطلاق وبقطعها معاكم وهي سخنة لم فرولة ولا فيها اي مشكلة وعبارة معايا عن هوا مع العالم اللي انا عملت قبلها اتنين كيك في نفس الوقت تاكلوا فكنت مستعجل على دي عشان التصوير وكده وزي ما انتوا شايفين قدامكم الشكل عامل ازاي الكيكة دي من الكيكات لو تقدمت وهي بدون اي حشواتها او اي حاجة طعمها لوحد وكفاية يعني تتاكل سادع عن اللي معمولة بمحسن يعني ما فياش اي وجه مقارنة على الاطلاق قدامكم تفاصيلها عاملة ازاي مظبوطة جدا ورهيبة يارد بقى يا جماعة كل اللي لسه جديد ينزل يعمل اشتراك وتفعيل الجرس وهم حاجة كل اللي موجود اعجاب للفيديو ومشاركة ومنسش تسيبولي تعليق عشان تعلاقاتكم بتفرحني جدا يلا نبدأ محدش بقى يا جماعة ينسى يسيب الاعجاب والتعليق الفيديو من اول والاخر مهم جدا معايا مية وتلاتين جرام سكر ابيض عادي معايا خمسة وتمانين جرام دقيق اربعة اصفر بيت معايا عشرين ملي لبن عشرين ملي زيت بياض تلات بياض تمام اول حاجة يا جماعة مفيش طبعا في المقدار بيكنج باودر اول حاجة يا جماعة بقلب الزيت مع اللبن زي منتوا شايفين لحد ما يمتزجوا معايا تماما عشان الزيت ما ينشفليش سطح الكيك وزن التلاتة ابيض بيض يا جماعة كانهم مية خمسة وعشرين جرام لازم يبقوا حجم كبير او زي منتوا شايفين المهم اللي انتوا هتوزنوهم بعد كده اول حاجة يا جماعة المضرب بتاعكم الكهربائي والوعاء جافين تماما وانضاف ومتنشفين المضرب بتاعكم لو سرعاته تلاتة واحد اتنين تلاتة هنبقى شغالين على السرعة الاولى ما نزودش على الاطلاق بنفضل نضرب في البيض يا جماعة لحد ما يعمل رغوة معايا والرغوة تثبت على جدار التاتشن انت بتاول مضرب بعد كده يا جماعة بنزل بالسكر الابيض بتاعي النعم تدرجيا تمام لحد ما بخلصه زي ما انتوا شايفين كده على دفعات الناس اللي ما بتعرفش تفصل البيض عن السفار البيضك هتحط في التلاجة وهتكسريه وهتحط ايدك تحت السفار هتلاقي السفار في ايدك والبيض نزل في الوعاء الجف بتاعك لان السفار هيكون شد وتسبي لما يوصل لدرجة حرط الغرفة بفضل اضرب كده يا جماعة عشان القوام بتاعها يختلف عن حاجة عملناها من قبل قبل كده لان لو القوام بتاع بيض البيض شدت زيادة عن اللزوم هيعمل مشاكل بسحب كده يا جماعة زي ما انتوا شايفين بعمل معايا خطوط مش خليط ساقيل او ساميك اوي اوي لا لان لو ساميك اوي هيكتم الكيك معايا وهيبقى زيها زي العيش بالزبط تمام بينزل خطوط وثابت كده تمام مش شدد اوي فاتخلوا بالكم النقطة دي زي كوام المارشمالو كده او تحضير المارشمالو بعد كده يا جماعة الاربع اصفر بادوا اخدين فانيليا ولازم الفانيليا تكون قوية عشان هتفرق معاكم الفانيليا تكون قوية يا جماعة طبعا بالمضرب اليدة وكده الجف كل حاجة عارفين اللي هي جفة ونشفة تماما مبدأ كده دخل السفاري الاربع بادات مع البيض اللي احنا ضربناه لحد ما بقى رغوة معايا ونزلنا بالسكر على دفعات ومعلناش السرعة على رقم واحد لو المضرب بتاعنا تلت سرعات تمام ومشدناش كوام المارنج مجرد انه بيعمل خطوط معايا وبقلب بعد كده بالمضرب بالرح ونتأكد ان الفانيليا زي ما قلت قوية يا جماعة عشان ايه رحت الزفارة وكده كده تمام يتقلبوا كويس واشتغلوا بحاجة شففة يا جماعة عشان تبصوا على القعدة وتبقى عنكم شايفة كل حاجة ده طبعا الزيت واللبن اللي احنا قلبناهم مع بعض كويس تمام هناخد جزء كده من البيض اللي احنا ضربناه وندخله مع خليط الزيت والحليب لحد ما يمتزجوا تماما زي ما انتوا شايفين كده انا همقربلك كل حاجة عشان تسمعوا الملاحظات ويعني وتشوفوا برضو بالنظر يا جماعة بعد كده يا جماعة هنزل بيه بقى على البيضة اللي احنا ضربنا وبندخله كويس كده مع باقي المكونات نشوف بعد كده يا جماعة بعد ما ندخله كويس نعمل قيدكم مشع بالراحة يا جماعة انا عايز خليطي ناعم وكريمي لان لو تقيل هيبقى عاملت حبيب وتكتلات فبالتالي لما هقلبه ووصله القوم ده يكون ريح خالص بعد كده يا جماعة على مصفة انا مستخدم ديه مخبوزات بيحافظ معي على القوم وكده كده مش هنقلب كتير يقيمت ايه مخبوزات يقيمت ايه جامعي الاغراض يقيمت ايه الكيك بننزل كده بالمصفة شوية بشوية مبتدئين هنستغنى عن اللزباتيو لو ماشيين بالمضرب بالراحة احنا ما احناش بنقلب كيكة بورتوانفن بالراحة يا جماعة المبتدئين بلاش موضوع اللزباتيو لده خالص يا جماعة عشان ممكن تسيب منكم اثار دقيق لو انت مبتدئ قلس مبتدئين برضو يا جماعة ممكن نضيفها على الديق من اثنين جرام لأربعة جرام بيكنج باودر لو مبتدئين انا طبعا مش محتاج البيكنج باودر لان يعني انا طبعت الوصفة كتير وخدت عليه زي ما انتو شايفين كده شوية بشوية وبتبدأ يتقلبي عمتا الكيكة دي يا جماعة يعني مهما كان سهلة جدا ونتجتها احسن من اي كيكة ممكن تجربوها استفنجية تانية شايفين يا جماعة بقلب ازاي طبعا المضرب اليدا ومش هياخد منكم اي وقت اللي هو بالرح محدش يقوم عمل الخطوة دي بمضرب كهربائي خالص حاجة شفافة انت شغالة فيها وبتبدأ يتبص على الجوانب قدامك فيه ترصب دي اي حاجة فبالتالي ابدأ اللي انا قلب تاني لحد ما كله امتز صاني يا جماعة مقاس 16 سنتي دي كانت يا جماعة ارتفاع 15 سنتي هو المفروض يبقى تمانية اغلي بتاعي كده بورق الزبدة من تحته من الاجناب لازم معانا ما بعرفش اغلي في الاجناب كويس دي المشكلة الوحيدة بتاعتي بس على قد ما قدرت تمام ببدأ انزل بالخالط بتاعي يا جماعة كامل كده وببدأ اللي انا اخبطه كده عشان لو في اي فقعات تظهر على السطح فرن سابق التسخين مسبقا احنا في الشطة على درجة حرارة 180 قبلها بتلت ساعة بعد كده يا جماعة بندخل الكيك بتاعنا نعلم بالجرس 35 ديئة ما نقومشي طفين النار نشيل الرف نخرجه لبرة ونختبره بخلة في اي اصار نقطة حاجة لسه تسيبو كمان ثلاث داقة في الفرن لها يريح موضوعه بخلوه 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 ب معاكم ولا اي حاجة طبعا ما كانش ينفع في الفرن اللي انا بصور فيه معاكم لان ارتفاع الصينية زي ما انتو شايفين يا جماعة عالي جدا ما كانش متوفر معايا والله الاول اللي قدامي اللي كانت 15 سنط المقاز دا اللي ارتفاع يعني قدامكم الكيك هش جدا وعالي كان ارتفاعه يا جماعة 10 سنط قدامكم ما بقى اطعه هو سخن ومظبوط جدا ومفروش اي غلط على الاطلاق وبضغط عليه ولا في اي حاجة اهو شايفين هوا في ايدي وخفيف جدا ومظبوط شايفين تفاصيله يا جماعة من جوه عاملة ازاي لم فرول معايا ولا في اي مشكلة من المشاكل طبعا ما تعملوش يا جماعة اللي انتم تقطعوه هو بارد وهو سخن لحد ما يبرد واشتغلوه على طول محدش بقى ينسى يسيب ليعجاب يا جماعة والسلام عليكم